أخوتي سلام عليكم وإن شاء الله تكونوا ملاحن شوفوا معي هذا الفيديو ومن بعدها نتكلمه هذا الفيديو هنا في الجزائر بالتحديد في ولاية وهران في فروند مار وكما شفتوا هذك البنت دائرة حجاب تجر في صحبتها باش يعنقوا هذك الإنسان ويسلموا عليه ويحضلوه ويجراحين ومولة الحجاب تانسيستي باش تجيب صحبتها ويتعنق هذا الإنسان وصحبتها هذك المتبرجة اللي مشي دائرة حجاب ما بغياش وحش مانا وبغيات روح باش تفهموا الموضوع مليح قليل نشرح لكم من البداية هذا الإنسان أجنابي ومختارب جاي ساكن هنا في الجزائر يا إما يقرأ في الجامعة أو قاعد هنا في الجزائر موقيم ولا حراب ولا ما على بياش المهم الإنسان أجنابي راح هنا في الجزائر رايدير في فيديوهات هنا هيا هو يوتيوبر رايدير في فيديوهات وكاتب في لافيتة إذا لم تكن عنصري عن نقلي إذا لم تكن رايدير رايد إذا بالنسبة لي هو هذه تجربة اجتماعية رهيسية في المجتمع الجزائري ويشوف الناس الجزائريين كيف شديرين إلى حد الآن ما راح كان حتى أمر فيه خالل ولا غلط ولكن هذه التجربة الاجتماعية اللي راح بغيادرها هذا الإنسان في الجزائر هي داخلة على المجتمع الجزائري هذه التجربة ماشي جزائريين وماشي عربيين ومنافيين للإسلام وخلوني نشرح لكم معلاج هذا الإنسان عندها قانا في اليوتيوب اسموها ونقلها intersect10 ملايين متابع اسمها ويديرى نفس المحتوى اللي راح يدير فيه هذا الإنسان عنا في الجزائر يعني هذا الإنسان راح يقوبي المحتوى الامريكي الغربي اللي يهدف الأمور وإحاءات راجمكم عارفين كيف milligrams رايكوبي فيها ويدخلهاها عنا في الجزائر ولتباقها على الجزائريين والناس ما زال ما حضرتش معا والناس ما زال ما فاقدش والدولتانا والسلوطات تواعنا ما زال ما فاقوش اولا احنا وينتا كانوا النساء تواعنا واخوتتنا المسلمات العربية يقضبوا الناس برا ويعنقوهم ويسلموا عليهم ويتعليهم قال الحنان والحضن قال هادي ملوينتا صرت وملوينتا طه عليهم هاد الحنان حلا نعرفو كتجارب اجتماعية يكون انسان يطلب ولا انسان ما عنداش مأوى ولا انسان مش يلاقي واشياكل ولا الناس يحنوا عليه يحطوه ماكلا يديروا لها امرها كباين من باب الانسانية ولكن العناق والسلام والحضن هذا منطع على بناتنا اليوم ولكن المشكل مش في بناتنا والمشكل مش هنا المشكل في الفكرة اللي دخلها المشكل اللي دخل الفكرة هادي تحاب المحتوى في الجزائر وهنا يومين نراها الخاطر بس هذا المحتوى ممنوع على جزائري والجزائري المجتمع جزائري محافظ واي واحد يبغي يدخل هذا المحتوى الغربي المحتوى اللي ناشئ في امريكا المجتمع الجزائري هنا ميرحمكش ما يبغيش هذا الامر يعني اي فكرة تبغي تنقلها من الغرب وتجيبها هنا خصك تخمم في هذه الفكرة خصك تفكر في هذه الفكرة للواجد هدف اذا كانت الفكرة الهدف تاحها ايجابي والهدف تاحها يعني ما في حتى امور ولا ايحاءات جنسية الفكرة راح تكون مليحة ولكن فكرة كي من هذه يعني بنت هنا تتتعنق وتتحضن وتتسلم على واحد اجنابي وزيادة عن ذلك تحت الكاميرا والكاميرا تشوف وانا الشي اللي غادني وخلاني يندير هذا الفيديو هو الفيديو تح هذه البنات راح يدور في التيك توك ورح دير حالة في التيك توك هذا الانسان كيف اجتع هذه الفكرة وجابها تدخلها هنا لجزائر اولا اعرف ودرس المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري عاطفي بالبزاف وبالزيادة شي يدير قال انا نروح القنوات اليوتيوب الامريكية ونشوف كاش واحد يدير تجارب اجتماعية في الشوارع وننقل كاش تجربة ونديرها هنا في الجزائر بما انه راني مقيم في الجزائر نديرها في الجزائر ونشوف الناس كيفاش تعاطف والناس كيفاش تتعامل معي على هذه التجارب اذا الانسان هادا راح عند بيك داوس تيفي وجاب الفكرة تاع اذا ما كنتش عنصوري عند اجني افو ارنات ريسيست هاقمي دروق جاب اللولا الفكرة تاع العناق والحضن واسلام وامور هادو والفيديو هادا اللي داره راح نجح ورح دار درجة كبيرة والتيك توك راح يغيي هادر عليه والناس راح يتشوفها بزاف وملايين على المشاهدات انا علاش راني نتكلم في هذا الموضوع بالدات وهذا الفيديو راني شاعر الكاميرا شفت الفيديو شاعر الكاميرا وراني نصور وراني نحكي معاكم لا مونتاج لا كتابة لا سكريبس لا حتى امر تخيلوا معايا بكري بكري في المحتوى الجزائري في الويب الجزائري اذا كنتوا تشوفوا بنت ترقص على الويب ولا في فيديو بنت ترقص كانت كنتوا غير تشوفوا تصويرها بنت ووحدها كتبان صايت انت عند فاضيحة فاضيحة كبيرة انسانة بانت في الانترنت بانت في الفيسبوك بانت في الانستغرام هذه فاضيحة كبيرة من يشوفها اخوتها من يشوفها ابوها من يشوفها لفامي هذه فاضيحة عيب كانت عيب 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 كبير مع الوقت البنت وينشروا لها الصورة ولات امر عادي يشوف تصويرها بنت ولا يشوفها الوالد ولا امر عادي في المجتمع الجزائري من بعدها زادوا يامات وزادوا اعوام ولات البنت ترقص في تيك توك في اليوتيوب ترقص في المواقع ولا تاني امر عادي زادوا اعوام وزادوا ايامات ولات البنت تدير لايف على التيك توك والطيح والايحاءات الجنسية مع جماعة ناس وتع شاجرة ولا امر عادي يعني بدأ يتطور غير بشوية هذه الفكرة دخلت غير صغيرة وبدأت تطور غير بشوية فهمتوا مقصودي من راحة الفكرة دخلت صغيرة وبدأت تكبر غير بشوية بشوية تحتوي ان نشوفوا البنت وتقول في كلام سوء وتقول في كلام تطيع وتقول في إحاقة جنسية عادية في لايف مع جماعة عشر وكأنه الأمر عادي عادي جدا دروك ولو الجيل الجديد هذا المراهقين تاع هذا العام ولو يشوفوا هاد الناس اللي ديروا لايف هما ناس عاديين ومؤثرين وخاصنا نديروا لايف كيف هم وخاصنا نحضروا الكلام اللي يحضروا هادو باش احنا نحصروا واحنا موازيين للعاصر يعني فهمتوا الموجة ونرى هي واصلة اذا اذا هذا المحتوى وهذا الفكرة عدة تنتشر في المجتمع الجزائري الناس اللي تبغي تدير افكار موازية او افكار تجارب اجتماعية مثل هذا في المحتوى ستنقل هاد الفكرة وتطور منها وتقول لي في امور اخطر من اللي رانا نشوفوه دروك يعني من باب الوقاية قبل ما يزيد يفسد لنا المجتمع تانا هو في الاصلة راح فاسد قبل ما يزيد يفسد وتروح القيم تاعنا في المجتمع الجزائري المحافظ خاصنا نحبسو هاد الافكار خاصنا نحبسو هاد الناس بالذات اللي راهم ينشروا في هاد الافكار خاصنا نحبسوهم فالله ستقوني كتر من هاده والله ما عرفت وكو نقول المحتوى الجزائري راح في تدني راح راح رايح في الحفة رايح في الهاوية وzoneس كي امون هادو راهم يزيد ونشروا هاد الافكار الشيطاني هادو مع لابليش أنا لناس اللي تنشر الوعي و الناس اللي تنشر المحتوى الهادف راهم يقلوا و الناس اللي تنشر المحتوى التافي و المحتوى اللي ما عندها حتى معنا راهام يزيدوا وهذا الأفكار هادو يبقى غير في الولايات المتحدة الأمريكية تخيلوا معها في أوروبا في أوروبا و قليل وين يدروا محتوى اللي جايكي من هاكمبا قليل قليل في أوروبا وين يدروا لأنه تلقاوا الناس يحشموا لأنه تلقاوا الناس عندهم كرامة لأنه تلقاوا الناس عندهم دي برانسيب ومبادئ أوقا فما بالك يدخل هذا المحتوى للمجتمع الجزائر المحافظ يعني هنا يا الجزائر مدعوها والسلام عليكم في نهاية الفيديو بغيت نخلي لكم نصيحة للناس اللي عندهم العاطفة الزائدة احنا مجتمع جزائري عاطفي عاطفي بل بزار ما تخلوش العاطفة تحكم تغلب عليكم وتنسوا أنكم مسلمين وعارب خلو الإنسانية على جهة والإسلام بتاعنا باين على جهة ما تكونوش عاطفين حتى تنشروا هذا المحتوى ومن بعد يصروا أمور أخطر من هذا ومندموه احنا يا كاملي والا هذه هي أنا ما خلنيش كلبي نسكت ونخلي هذا الأمر يمشي عادي ويمر مر الكرام عليها بما أنه شفته وشفته شعية وشفته الفكرة وفهمت الفكرة فحسيت روحي واجب 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 عليها ندخل وندير هذا الفيديو سوى إن شاء الله تكونوا فهمتوني وفهمتوا المقصود تح هذا الفيديو ومقصود تح هذه الرسالة وهذه هي إن شاء الله تكونوا ملاح والسلام عليكم